حذرت وزارة الموارد المائية من سنة شحيحة الأمطار موضحة أن أي نسبة أمطار سترفض الخزين المائي وتعززه إلا أنه ليس بالمقدار الذي يعالج الشحة المتوقعة وأقال مدير أعلام الوزارة حاتم عبدالله أن المؤشرات جميعها تؤكد أن الحدارة يكون نحو الانخفاضة والعراق حتى الساعة يعتمد على الخزين المائي في تلبية الاحتياجات وتوقعات الأمطار خلال الشهرين المقبلين ليست بالمستوى المطلوب يذكر أن العراق اضطر لتقليص الزراعة الشتوية 50% بسبب عدم التزام إيران وتركيا بالحصص المتفق عليها ضمن القانون الدولي والاتفاق التنائية ما يهدد بموسم جفاف غير مسبوقة بدأت ملامحه بالتبلور من خلال هجرة سكان الأرياف بحثا عن مصادر رزق مديلة بعد هلاك مزارعهم وثرواتهم الحيوانية ترجمة نانسي قنقر